موسيقى سيظل الصاروخ المضاد للدبابات البي جي ام داش سبنتي وان تو والذي يطلق من انبوب اطلاق في ترسانة اسلحة الجيش الامريكي المضادة للدبابات حتى منتصف العقد الرابع من القرن الحادي والعشرين وهذا مثير للعجاب كما يقول المحللون العسكريون نظرا لان نظام الاسلحة تم تطويره لاول مرة في الستينيات من القرن الماضي ودخل الخدمة الفعلية في السبعينيات تم استخدام الجيل الاول من صاروخ التو لضرب الدبابات البيتنامية الشمالية في عام 1972 وهي المرات الاولى على الاطلاق التي تطلق فيها قوات الامريكية صاروخا امريكي الصنر في ظل ظروف الحرب ومنذ ذلك الحين أصبح صاروخا أساسيا مضادة للدبابات على العشرات من المركبات المختلفة بما في ذلك الام 2 والام 3 برادلي وطائرات الهليكوبتر الكوبرا وطائرات قوات المارينز ال US MC LIVAT وقد تم نشرها مع أكثر من 20 قوة عسكرية حول العالم وظل نظام الأسلحة الثقيلة المضادة للدبابات المفضلة لقوات الناتو والأمم المتحدة وقوات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم والعقود وقد استبدل الصواريخ التو الصواريخ الأصغر من طرعز الSS10 والإنتاك حيث وفر التو ما يقرب من ضعف المدى الفاعل ورأسا حربية أقوى ونظام توجيه شبه هالي محسن بشكل كبير ويمكن تزويده بكاميرات تعمل بلاشعة تحت الحمراء لاستخدامه في العمليات القتالية الليلية وعلى رغم من حقيقة أن التو كان في الخدمة لمدة 50 عاما وهو قديم وفقا لبعض معايير الأجهزة العسكرية اليوم إلا أنه مر بتحسينات عديدة منذ أن طور لأول مرة من قبل شركة هيوز وقد تضمن هذا قدرات تدميرية ومدى أطول إلى جانب تحسين محرك الصاروخ وفي أواخر الثمانينيات تضمن التحسينات على نظام التو نظام توجيه حراري بينما وفرت نسخة التو أي قدرة على تدمير الدروع التفاعلية ويتم الآن إنتاج نظام الأسلحة بواسطة الشركة الريثين سيستيمس كومبوني والتي قامت في عام 2010 بترقية النظام إلى نظام توجيه لاسلكي وبالتالي تغير حرف الدوليو في التو من موجه سلكيا أي ويرد إلى لاسلكي الويرلس وفي أكتوبر من عام 2015 قدمت الشركة أيضا قاذفة التو Eagle Fire ويمكن لهذه القاذفة أن تطلق الصواريخ الموجهة لاسلكيا وكذلك الصواريخ الموجهة لاسلكيا بالموجهات الراديوية ومع هذه التحسينات الجديدة ظلت التو منصة أسلحة قوية وفاعلة مضادة للدبابات وفي إصدارات المشات الأساسية ينقسم النظام الصاروخي إلى عدد من الوحدات حامل ثلاثي القوائم قابل للطي وأنبوب إطلاق في الجزء الخلفي منه يتم إدخال الصواريخ ووحدة تعقب نهارية مدمجة والتي يمكن التعديل عليها بإضافة مشاهد ليلية مبردة من طراز ال-AN-TAS-4 أو Ford-A أو وحدة توجيه شاملة في إصدارات ال-M41-ITAS والتي تثبت على مركبات الهنفي المدرعة وكذلك يضم النظام وحدة تثبيت فوق الحامل الثلاثي وتحمل أمبوبة الإطلاق والمسددات وتشمل الزنات بالإضافة إلى هذه الأدوات الرئيسية هناك وحدة منفاصلة لنظام التحكم في إطلاق النار والتي تقوم بإجراء جمع حسابات التوجيه وبطارية لتشغيل النظام كما يمكن إطلاق النسخ الحديثة من التو كالتو 2A والتو 2B-Aero وكذلك التو بانكا باستر من جميع قاذفات أنظمة تسلحة التو بما في ذلك قاذفة العتاس ومركبات الاسترايكر المضادة للدبابات والإصدارات الحديثة من مركبات البرادلي القتالية وتم تصنيف صاروخ التو على أنه سلاح BGM من قبل الجيش الأمريكي أي منصته إطلاق صواريخ موجهة تطلق منعدة منصات لمهام الهجوم الأرضي ويتم استخدام قاذفات الـ M1-51 والـ M2-20 بواسطة قوات المشاء ولكن يمكن أيضا تركيبة على عدد من المركبات بما في ذلك مركبة الـ M1-51 المعدلة ويمكن إطلاق هذه الصواريخ أيضا من عربات الـ M113 المدرعة القديمة ومركبات الـ M966 Humvee وكذلك الـ M1045 Humvee الأحدث ومن الناحية النظرية فقاذفة التو تعتبر من القاذفات المحمولة ولكنها ضخمة التصميم على إثر ذلك تم تحديث قاذفات الـ M151 لتشمل البصريات الحرارية للسماح بالاستخدام الليلي وتم تبسيطها لتقليل الوزن وطورت قاذفات الـ M2-20 خصيصا للتعامل مع اصدارات التو 2 الأحدث وفي تطبيقات طائرات الهليكوبتر يعد نظام الـ M65 الذي تستخدم مروحيات الـ AH-1 Cobra هو النظام الأساسي الذي تم نشره ولكن تم تطوير نظام الـ XM26 لمروحيات الـ Bel-UH1 كما تم استخدام صواريخ التو على مروحيات الـ AH-7 التي تصنع شركة ويسلاند لينكس بدمج نقطتين تعليق على جانبيها كل منها يحمل أربعة صواريخ ويمكن للجيل الأحدث من قاذفات التو تغيير الطريقة التي يتم بها تحديد الهدف والقفل عليه سواء كان الصاروخ موجها سلكيا أو لا سلكيا ولا يزال يتعين على العمل البشري تتبع التو بصريا إلى الهدف وهذا يسمح للمدفعي المدرد بتعديل مسار الصاروخ يدويا إذا تحرك الهدف المراد تدميره أو تم تحديده بشكل خاطئ وكان الجانب السلبي دائما هو أن المدفعي البشري من الممكن أن يتعرض لنران العدو بسبب أن القاذفة مرتفعة عن سطح العدو ويتحمل على قوائم طويلة وكما أفادت بعض المصادر العسكرية في أن شركة ريثين تقوم بتطوير نظاما يمكن التحكم به عن طريق مشاغل بشري ولكن يمكن أن يتميز بوضع مستقل حيث يمكن للمدفعي تحديد الهدف وإطلاق النار ومن ثم الاحتماء بينما يوجه الصاروخ نفسه ويمكن أن يوفر مثل هذا الإطلاق تقنية الإطلاق الفارن فورغيت اطلق وانسا بنفس الدقة التي يوفرها نظام صواريخ التو التقليدية وإلى بداية عام 2020 قامت الشركة المصنعة لأذى الصاروخ وشركة ريثين بتسليم أكثر من 700 ألف نظاما صاروخيا من طراز التو إلى الولايات المتحدة الأمريكية والقوات المتحالفة معه واعتقد الخبراء يمكن لبرامج التحديث والتطوير أن تمد فترة خدمة الصاروخ إلى ما بعد عام 2050 يبلغ طول صاروخ التو متر وسبعة عشر سنتيمترا وعرضه خمسة عشر سنتيمترا ومليمترين يبلغ وزن الرأس الحربي للصواريخ الأقدم حوالي ثلاثة كيلوغرامات وتسعمية غرام ويصل الرأس المتفجر في بعض النسخ إلى ستة كيلوغرامات ومئة واربعين غراما ويمكن لهذا الصاروخ أن يخترق درعا تتراوح سماكته بين أربعمية وثلاثين إلى تسعمية مليمتر ويتراوح مدى الصاروخ التشغيلي بين ثلاثة آلاف متر إلى ثلاثة آلاف وسبعمية وخمسين مترا وينطلق بسرعة قصوى تبلغ ثلاثمائة وعشرين مترا في الثانية الواحدة اشتركوا في القناة